موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم على شاشة قناة الصحة والجمال أحييكم وعلى الهواء مباشرة وحلقة جديدة وبرنامج والله زمان كانت ملتقى للأدباء والشعراء والحكماء والسياسيين المقهى لو احنا قلنا مقاهي زمان كانت مقاهي زمان فعلا كان بيجتمع أدباء وكتاب كبر جدا أمثل نجيب محفوظ وأنيس منصور ويوسف السباعي ويوسف إدريس وغيرهم من الكتاب اللامعين وأيضا من الفنانين وكنا بنلاحظ في المقهى زمان أو القهوة زي ما احنا بنقولها بالبلدي كنا بنلاحظ كثير من الندوات الشعرية وكثير من الأراء والأفقار والمنقشة يمكن الوضع اختلف شوية عن زمان ولاحظنا تغييرات كبيرة جدا بين المقهى زمان والمقهى الآن يمكن أيضا زمان كان فيه المقاهي اللي هي الشعبية اللي كانت فيها بعض الألعاب زي الكوتشينا والشترنج والدمنة والطولة ومازالت ولكن يمكن الشترنج اختفى شوية كنا نلاحظ على المقاهي زمان إن الشترنج هو اللي كان بيبقى موجود في المقهى يمكن أكبر لعبة نسبة لعبة اللي هي لعبة الأسكياء وأيضا كانت الكوتشينا ممكن نلاحظ دلوقتي إن فيه بعض المقاهي الشعبية هي الألعاب اللي فيها اللي هي الطولة والدمنة تقريبا يعني فيه بعض التطورات حدثت للمقاهي الآن في بعض المقاهي اللي هي نقول فخمة جدا المقاهي الثرية اللي بيكون بيسموها الآن القافي شوب النهاردة هنالتقي مع عبد المنعم وعبد المنعم أهواجي وحيكلمنا عن المقاهي زمان والمقاهي الآن وحنعرف كتير جدا من التفاصيل وأحب أن أنا راحب بضيفي اللسطة أو المعلم عبد المنعم برحب بيك أهلا بيك أول حاجة ينكم يلفت انتباهي ونظري وينكم برضو انتباهي لسادة المشاهدين كلمة أهوة أنا رايح أععد على الأهوة أو المقهى الوقت سيبقى تقافي شوب الأهوة ليه ليه المقهى تسمت أهوة هل الغالب كان زمان أن المشروب الأساسي في المقهى هي الأهوة عشان كده تسمت أهوة ليه ما تسمتش شاي مثلا ولا ينسون وبصعد لك بسم الله الرحمن الرحيم زمان كان أغلب الأهوي يعني كان بيعود عليها الأدباء قبل حضرتك مثلا والشعراء فالناس دي كان من شعراء دول والأدباء والناس اللي هم في الأهوي فكان أغلب مشروبهم قهوة آه يبغيت من كده بقى آه في الزمان كان حضرتك القهوة حتى اللغة اللي بين الصناعي والصناعي اللي مسلا لماسك الأرضية والصناعي اللي مسك البوفيت حتى كان بيتكلموا بالإشارة من نسبة لأعايز مشروب قبل حضرتك بيه في حركات مثلا كده حاجات بيعملها اللي بتاع البوفيت بيعرف بحسبة ما يعملش صوت للناس اللي هده بقى اللي قاعدين قبل حضرتك يعني مثلا ما يعملش صوت عشان الناس دي مثلا بيقولوا شعر أو مثلا كل واحد مثلا قاعدين مع بعض مثلا بيتكلموا في أي في الأدب وشعر وجده قبل حضرتك أكثر فحضرتك مثلا ايه كان بالنسبة للأهوة لو واحد مثلا عايز أهوة كان بيجيب الفنجان ويحط الفنجان على الطبق ويميله بتاع البوفيت يعرف اللي دي أهوة سادة فبرا حضرتك تمام دي لو الفنجان برا الطبق فبرا حضرتك بيه دي أهوة مزجوط يعه ماشي؟ لو مقلوبة لو قلب الفنجان على الطبق دي مثلا ايه أهوة مانو أو ايه أو زيادة مثلا دي لغة بقى دي لغة بين الصناعي وبتاع البوفيت بحسبة ما يعملش صوت عشان الناس اللي ايه ناس اللي قاعدة تمام الصفة الصفة الغالبة في المقاهي زمان اللي هو كان يبقى فيه صوت مكلسوم أو صوت عبدالوهاب ان هما طبعا عظماء الفني يعني الوقت تحس ان القهوة اختلفت وليه اختلفت؟ طبعا بص زمان حضرتك كان القهوة كان بيجتمعوا فيها يحلوا مشاكلهم كان يقعد شيخ الحارة في القهوة يحل مشاكل مثلا الحارة يعودوا مثلا يسمعوا مكلسوم في القهوة وبرضو كان لغة الإشارة برضو بحيث الناس اللي قاعدة تسمع مكلسوم تعرف تسمع ايه اسمع مثلا كويس بالنسبة ليه ما كانش فيه زيتة زي دلوقتي اه دوشة اه ما كانش بيندع الطلب بالصوت عالي ما كانش كان فيه حتى حتى نفس الزي الزمان كان طائية وجلبية ومريالة وصندل حاليا دلوقتي يعني بيختلف ايه؟ متختلف مع المرور الوقتي فحتى نفس الدكورات10T7Z呼هة زمان غير دلوقتي طب زمان بقى دلوقتي يعني زمان ايه المشروبات اللي كانت دايمًا متواجدة لغنى عنها في المقهى اتقدت المشروبات كثير جدًا ايه الحاجات الاساسية من المشروبات كانت موجودة زمانيا؟ اوه زمان كانت حتى.. نفس المكان يبيعمل فيه المشروبات اختلف عن دلوقتي تسمعها النصبة؟ لا الرمالة حاليا دلوقتي الرمالة طو زمان زمان كان اسمها وجاء اه اما الان نصبة بقى على نصبة الشاي النصبة اللي هو اللي هو اللي بفيه كله اللي بفيه نفسه كله اه اللي بفيه نفسه اه بفيه نفسه زمان كان الوجاء ده بيحط فيه فحم ويجيب حاجة زي بستلة كتنحاس ويبتسخن وبال حضيرك بيه حتى لو عمل واحد شاي بيزود واحد شاي من الحنفية بتاع ترمية بحسبة تباسخنة على طول ولما يجي يعمل قهوة كان يحط الكنكة في الفحم في الفحم واغلب المشريف زمان كانت مغلية شاي مغلي وكان حلبة الشاي اللي كان بيتغلي اكتر من مرة ده صح؟ لا لا زمان كان في بعض الرواد المقاهي كانت دايما كانت تشتكي ان الشاي مغلي اكتر من مرة او خفيف قوي او او يا دوبك بس نقطة شاي بسيطة او حبة شاي بسيطة او كان حضيرك كان بالنسبة كان الشاي كان بيتغلي براد وأول حضيرك في غالق أغلى يعني الناس كتبي تخيط فكرة اللي سيطغللك هزا مرة اه كنوا بالعجس هو كان بيصاف linked cave دليلوقتي في غش يعني طيب تمام بعد حضيرك يعني الزمان كان اغلب المشروب الولو المشهور هو الشاي المغلي والشاي الكشري وكان حاجس محilibة مطحونة الي احنا بنوعل عليها دالوقتي المغات المغات كان زمان في المغات درا ما اولا هنعرف إنه بس لسيدات الوالدة كانوا بيجي أحمل الرواق صحيح بس... بس كان الهول لها مثلا ليه ايه؟ في القاهرة مثلا في زيت الزينب شارع محمد علي اللي هي الأحياة الشعبية بتاع الزمان وكان الشاي اللي هو الميزة ، اللي هو الشاي بحليب شاي بحليب ده شاي بميزة كان يقوله الحليب ده كان بيبقى في كوباية والشاي ما يغالي في كوباية تاني طبعا كان في يانسون وكان في حلبة وكان في كاركة دي بس الدراجة دي كان كاركة دي ورقة حالياً دلوقتي طبعاً بيختلف المشارب عن زمان بكتير يعني كله أغلب و أغلب المشارب دلوقتي فاتلة الكركديه فاتلة والحل والسون فاتلة و كله النعناع فاتلة كل حاجة الزمان كان بقى كان نتجيب النعناع الورق كل الشجر النعناع وتحط على الشاي وهو طالع به مثلاً من قبل ما ينزلوا الزبون وكذا وكانت الحل بقى حاجة دباجية من الطبيعي يعني دلوقتي يختلف عن المشارب حتى المشارب ما كانش فيه كتيرات زمان ما كانش فيه مثلاً زبادي ولا لا لا ما كانش فيه زبادي بالخلط ولا كلام ده ولا موز بلبا ما كانش فيه كلام ده هو كان الشاي والحلبة المطحونة اللي هي فيه نزد اللي هو دي مدنع لها مغاد وكان فيه حاجة اسمها خلطة دي مجموعة أعشاب مع بعض يعني دي كانت حلبة على يسونة على نعناع جميل انت كنت بما تلاحظ ان فيه نساء او بنات كانوا بيعودوا على المقاهي زمان زي دلوقتي دلوقتي طبعاً انتشرت جداً أنا منلاقي كتير جداً من الفتيات وكتير جداً من النساء عاديين طبعاً معهم الشيشة واخد بال حضرتك وبيشيشوا وده بقى صفاء وبظاهرة واضحة جداً في مجتمعنا الآن زمان كان فيه ممكن سيدات بتجلس على المقاهي ولا ما كانش فيه خالص pressing هنا فقط بها طبعاً اساس المهنة دي أصلا محنة القهوة كانت تنزل المعلمة تم تعد على ماركب المكتب بتاعها كانت فيه بعض السادات بيشربوا شيشة كان مثلا الشغال في القهوة حضر الله الشيشة وتوعد وكان برضو بتشارك برضو فيه لو مثلا لها كلمة بتحل مشاكل برضو نسبة للحارة أو المكان الليها فيها وكان في بعض السيدات صحبات أهاوي زمان كان بيجيبوا مثلا واحد زي مثلا ست بداع مصب نعم نظام نمر وكان فيه برضو بعض أهاوي يعني فيه مقاحي زمان كانت بتجيب نمر وأغاني وطرب نظام نكت وأفهاد وزي رحمه الله محمد طا كان بيغني على أهوة ومحمد عبدالطلب والناس دول بتوع الزمان كان بيعودوا في نظام نمر وكان بين النمر والتانية بيعملوا نظام أفهاد مع بعض لكن لكن سيدات ما كانوش بيجلسوا على المقاهي قلص لا كانوا يجلسوا على المقاهي قلص هي صاحبة الأهوة لكن كل رجال عامة تانية لا الزمان ما كانش فيه دلوقتي بقى فيه طبعا لا تخلوا مقاهي خاصة أن المقاهي اللي هي الكافي شب يعني مش هقول المقاهي البلدي حناء أن المقاهي البلدي ما فيش نساء كتير قوي بتجلس فيها يعني نادر جدا لكن المقاهي القافي شب هو اللي فيها نساء كتير قوي طب ليه في مقتمعنا يا عبد المنعم من المقاهي عيب تجلس عليها السيدات ليه ومش في كل الأماكن حضرتك يعني مش في كل الأماكن لا مقتمعنا عمتا يعني الواحد كتير قوي بيستنكر أنه يمر على مقاهي أو كافي شب لا فيه منت بتشايش يعني تفتكر ليه إحنا عندنا الثقافة دي طبعا حضرتك عشان هنا بلد إستانية طبعا من بلد يعني يعني فيها الحاجات دي مثلا بالنسبة ل يعني عندك حضرتك في الصعيد ممنوع الحاجات دي يعني من نسبة لعاداتنا وتقاليدنا ما ينفعش مثلا واحدة سيدة تقعد على القهوة حتى لو مضطرة لظروف مثلا ماء يعني ما ينفعش تقعد على القهوة وبالحضرتك ده عاداتنا هو بالنسبة للصعيد يعني طب فيه واجه بحري مثلا فيه بعض القهوي بيشتغل فيها بنات بس ما بيقعدوش مثلا عليها كشغل بس طب انت شايفين فيه اختلاف برضو كبير جدا دلوقتي بين الآن وبين زمان بالنسبة للجلوس الشباب يعني احنا نعرف ان زمان كان زي ما احنا قلنا ادباء ومفكرين وكتاب وفنانين واكتر الناس الموظفين كانوا بعد الظهر او في المغرب كده ساعة العصارة او في المغرب انهم بيعودوا على المقهى ملتقى للاصدقاء ملتقى للزملاء بيشربوا مشروبات لكن دلوقتي يمكن نقول هل الآن الشباب العاطل هو اللي دايما من رواد المقاهي هو دايما القاعد ولا انت شايف ازاي بص ياديد чو في حاليين دلوقتي عكس اللي كان بيحصل زمان اللي كان بيحصل زمان عكس هو اللي كان يحصل دلوقتي بمعنى زمان كان اللي بيقعد على قهوة ناس كبيرة ناس كبيرة في السن اللي كانت بيقعد لهم عدوا سن المعايش مثلاً مثلاً هي على أي مكان مثلاً المعايش أو ناس كبيرة في السن كان الشباب يتكسف يقعد وسط الناس دي يعني الشاب مثلاً من هنا كده مثلاً كان يتكسف يقعد وسط الناس دي ليه بقى ليه محترامهم وناس كانت تعارفة مثلاً إيه يعني الناس دي كبيرة ليه احترامها ولا يقارها حتى وعدة قهوة ماشي بس كان بيتكسفه يعودوا مثلاً وسط يوم حالياً دلوقتي الناس الكبيرة هي اللي بتتكسف تقعد وسط الشباب عشان حضرات طبعا هي دلوقتي أغلب الأهاوي بيقعدوا عليها شباب أو يعني أي أهاوي حضراتك هتقعد عليها تلاقي شباب نادر أول لما تلاقي مثلا رجل كبير لا وكمان هقولك حاجة يعني برضو الملاحظة كتير جدا من الشباب لما يكون فيه مباراة لكرة القدم وممكن يكون أي واحد شاب عنده في البيت التلفزيون يعني أو تلفزيونه يكون مزاع في التلفزيون أصلا ولكن هو يحب دايما أنه يجتمع مع أصدقائه مع زملائه في المقاهي أعتقد أنه بيكون فيه مكسب كبير قوي أيامها مش اللهم لا حسن طبعا طبعا بص حدريك بالنسبة للقهوة مثلا أي واحد فينا عنده شاي وعنده مثلا مشاريب وعنده كل حاجة أو بالحضراتك تمام وعنده مثلا اللي بيشرب شيشة عنده في البيت أو بالحضراتك فالقهوة بالذات الشاي المشروب بتاعها ليها طعم تاني مشروب القهوة يعني لما تيجي تشرب في القهوة ليها طعم تاني غير البيت قاعدة القهوة غير قاعدة البيت مثلا بالنسبة للشباب يعني كشلة أو كده وبالنسبة للمطش دي طبعا بيحضروا لها قبل المطش وكده بيحجزوا أماكن وبيحجزوا يعني كراس مع بعض وكده طعم تمام أستاذنا بس هنطلع فاصل قصير وقبل الفاصل سؤال لألسادة المشاهدين هل في الستينات كان هناك مقاهي للسيدات أم لا هنخرج لفاصل قصير ثم نعود حوارنا مع عبد المنعم وهو أهواجي وبنتكلم عن مقاهي زمان ومقاهي الآن فاصل قصير ثم نعود إلى حلقكم مرة أخرى مشاهدين الكرام ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنتكلم عن مقاهي زمان ومقاهي الآن وأيضا سؤال لألسادة المشاهدين هل في الستينات كانت هناك النساء يجلسنا على المقاهي أم لا رحب بك مرة تانية يا أخي عمد المنعم بني أقول هل المقاهي فعلا يعني في كتير جدا من الناس بتستنكر الجلوس على المقاهي يقولك إيه يا عمد ده مضيعة للوقت إيه 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 إن تقعد إيه عمد في بيتك وسط ولادك وبنلاحظ إن كتير جدا فعلا من الرجال الآم يتركوا يتركوا البيوت ويتركوا الزوجات وينزلوا ويعودوا على المقاعد انت شايف انها مضيعة للوقت ولا هي اقتر فيه وان انا بقعد مثلا ارفعها نفسي شوية بص حضراتك بالنسبة لهاوي حاليا دلوقتي مش كل الهاوي زي بعضي يعني فيه قهوة بلدي وفيه قهوة كافيه الكافيه يختلف عن الهوة البلد الهوة البلد بمنطقة شعبية انا كان عن مضيعة للوقتي انا ماشي انا جاي لحضراتك طيب بالنسبة لواحد موظف شغال موظف بيجي من شغله ويتغدى في البيت بينزل بماليش عايز بضيع وقت بيقعد على الهوة بيلعب طاولة وبقى الحضراتك بالنسبة لها اهوة فيه اهوة عندنا مثلا هنا في المكان مثلا كده فيه ما فيه شيشة فيه اهوة قاعدة بس كل اهوة لها نظامها وكل اهوة لها يعني وضعها فيه اهوة ما فيه لعبة طاولة ولا ضمن فيه اهوة بس فيه مشاريب بس مثلا فيه اهوة فيها شيشة وفيها مثلا المشاريب كلها فبالنسبة لواحد مثلا بينزل يقعد على الهوة بيشرب مع السل مش عايز يشرب مثلا قدام اهوة مثلا اولاده في البلز وغيرين مثلا فبينزل بقى عشان يدخن تحت يعني اه يدخن تحت بيشرب ما يقعد براحته طب انا عايز اسألك سؤال محرج شوي ممكن تسمح لي يعني بيقولوا ان فعلا المقاهي بتكسب كتير جدا بمعنى ان لو فيه بكت شاي او معلقة شاي بتتحطه معلقة سكر او معلقتين سكر مع حبة ميا سقنة وقولك نبيعلك الكوباي دي بحوالي جنيه ونصف او اتنين جنيه ده في المقاهي الشعبية ولكن تخيل مثلا كوب الشاي في قافي شوب ممكن بيعمله حوالي 12-13 جنيه شاي هل المقاهي بتكسب ولا ما بتكسبش وقول بسرعة ايه بتكسب حضرتك بتكسب بتكسب طبعا ميا ميا وسكر تعتبر لأ يا حضرتك بصني يعني مثلا كده حضرتك اللي مياه بسكر او الفاتلة زي ما انت حضرتك بتقول ففيه صنايا اشغال فيه كهرباء بتدفع فيه ميا فيه غاز يعني انت حضرتك يعني الكوبايات شادي مثلا انا ببقى حالك بجنو نص يعني المكسبة مثلا فيها ربع جنية او نص جنيه لا يا رجل بجنو نص مكسبة ربع جنية او نص جنيه ازاي بقا ازاي يعني ليه عشان فيه كهرباء فيه يعني صاحب الهواء فيه مسؤولات عليها حضرتك فيه ايجار قهوة فيه ايجار صناعي فيه ايجار قهوة اغفتها مثلا ايجار فيه غاز طبعيا نحن الملابس فيه مرتباته فيه موظفينه وفي كل حاجة هنتكلم على المكسب السريع اللهم على حسد ربنا يفتحها عليك ويفتحها لجميع ربنا ما بكلمش يعني بس فلن يعني كتير من الناس يقول لك المقاهي لانك بيبقى فيه سلسلة تفروع كمان المقاهي بص صحر بالنسبة للكفات انا معاك حضر ريك اللي فيها حاج مشاريب غالية يعني فيها قهوة القهوة فيها بـ 22 جنيه الشاي فيها بـ 15 جنيه تقعد كلمه لك ده سياحي عشان مثلا دكور اللي عمله او كذا عبر حضر ريك تكلمة بصلا صاحب لأولك ده سياحي بالنسبة لأهوة بلدي فيه اهوة بـ 3 جنيه شاي عبر اولك عبر بس حضر ريك هي القاعدة هي اللي بتحكم في بعض الاتبات يقول لك ان المقاهي هي وقر للمخدرات هل سمعت حاجة زي كده او صدفتك حاجة زي كده في المقهى اللي انت شغال فيه او او الكلام ده غير صحيح يعني انهم يتبادلوا طاعات المخدرات او الحشيش او الكلام ده هل فيه الكلام ده بيحصل او فيه زبون مثلا زي ما بيقولوا بالبلد وانوينت معاه فرحات الجاي بحيطة الحشيش احطاها على الحجر بتاع الشيش ولا ما فيش الكلام ده بس اقاويل فقط واكذيب بص حضر ريك فيه يختلف فيه قهوة وفيه غرزة اه الغرزة ايه الغرزة اللي انت توصد فيه حضر ريك يمكن القهوة دي حضر ريك الكلام اللي انت بتقول حضر ريك يعني الحاجات للمخدرات والكلام ده دي حسب بتوقف على حسب صاحب القهوة حسب الادارة القهوة فيه صاحب قهوة بيحب الناس مثلا الوقت الزبون يكون قاعد محترم لو فيه اي مشكلة زي كده بقوله بعد يزنك مجيش هنا تاني طب فيه بعض العيوب برضه والملاحظات على المقاهي زمان كانت المقاهي ما كانتش متغلغلة داخل المساكن الوقت ممكن يكون فيه بيت او عمارة وتحتيها مقهو والصوت العالي وصوت الطاولة وصوت الناس بتتخانئ وكلام ده ويقال كمان ويقال كمان ان هي ممكن في بعض المقاهي بتشغل حيس كبير جدا من الطريق يعني حتى ممكن يطلع فوق الرصيف وده مخالف شايف كلام ده صح ولا شايفه من وجهة نظرك ازاي هو بيحصل حضر دك بيحصل هو غلط هو بيحصل يعني مثلا انا مفروض التزم بالرصيف بتاعي قدام القهوة ده الفرش الكراسي بتاعتي وكده بس طبعا يعني تعرف حضرك المكسب بقى انت عايز تقتر بقى يفرش بره بقى في الشارع تقتر من الكراسي بقى والتراميزات يفرش بالشارع وماشي هتماليش ده هو بالرايح واللي جاي ام حاجة بس يفرش بره ويوسع مكانه يعني هو مفروض يلتزم بالرصيف قدام القهوة ده طب على فكرة برضو الاهواجي زي السيكيورتي ايوه هو ما اعتبرت ضابط امن طب ازاي ضابط امن ممكن متنين كله بيلعبوا فاتخانقوا على المشاريب فالكراسة رفعت وكرسي في الكولوب انت لو حصلت خناقة معاك في الوقت ده وهم اتنين بتشجروا مع بعض وروح قلبين الطاولة وقلب والشاي والتراميزات والكراسة اللي ارتفعت في الهواء والبوكس والبنيات انت كاهواجي بقى تعمل ايه تحوش وتتضرب ولا تعمل ايه بالزبط ولا تدرش شرطة ولا تقول لي يقول لي بقى ايه اللي ممكن بيحصل كوا فيها حضرتك انه بالنسبة لو مشكلة حصل زي كده بتصل بصحب القهوة انت لس هتصل بصحب القهوة افر الراجل بعيد انت خلعت نفسك بخلعت ايدك ياه بس حضرتك حالياه دلوقتي ما بيحصلش الكلام ده اه ليه الوارد اي حد يتخليني انا كلاهوة لانا اشغال فيها ما بيحصلش الحمدلله الحاجات دي انت بسيطر افرق لا انا بقول حضرتك تتوقف على صحب المكان اه ادارة صحب المكان اوبر حضرتك لو صحب المكان لي مثلا لما انت بقولت من شوية باي اي زبون بيوعد لو مثلا صحب اللهوة ادارة صحة ومحترم الزبون لازم يكون محترم اوبر حضرتك واهم حاجة برده وشخصية الاهواجي ان هو يكون صحب شخصية قوية يعني اي حد يلاقي مثلا مخالفة يبتدي ان هو فعلا سيطر مش حضرتك الاهواجي رجل متعلم وراجل عارف الديني ماشي ازاي وابن بلد انا عن نفسي ما بسميهش اهواجي انا بسميه ابن بلد ابن بلد عشان بيقعد مع حضرتك ويقعد مع غيرك ويقعد تعلم منك بتعلم ثقافات كمان مختلفة فهو الاهواجي حاليا دلوقتي رجل متعلم وقت كلية معنا مثلا يعني شهادة تعالف يعرف يتكلم معنا تمام اصلا هنخرج فاصل قصير ونرجع تاني مشاهدين الكرام قصير ونرجع لكم مرة مشاهدين الكرام نجعنا لكم بعد الفاصل وعنوان الحلقة المقاهي زمان والمقاهي الان اللي مشرفنا الحج عم منعم او اللوست عبد المنعم او المعلم عبد المنعم اهواجي نتكلم عن الفرق بين مقاهي زمان ومقاهي الان طيب نرجع لك تاني مرة تانية ونقول هل هل الدخان الشيشة المتكسر طبعا هي مشيشة واحدة ممكن يكون في ستين سبعين شيشة هي تؤدي وهي عامل أساسي لتلوث البيئة ولا انت شايف ان هي لا 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 ما لاهاش علاقة خالص عشان انت طبعا تكسب هوا بس حضر لك عمات الشيشة اصلا يعني ما اه يعني مش غير مضرب الصحب لا بالنسبة للصحب اللي هوا بيأتيبها كده ده مين بالنسبة للشيشة حضر لك يعني الدخان مش كتير قوي يعني مثلا بيعودوش مثلا عشر خمساشر نفر يعودوش راب مرة واحدة كتير لا ده ممكن تكون سيستين حاجة ده بالنسبة لحضر لك المعاسر للتفاح هو اللي دخانه كتير اه اللي هي حاجات الفخرة دي فواكه دي فواكه بأنواعها يعني بيحطوا عليه جسرين كتير اه وطبعا يعني هي اللي بتخلي الدخان يزيد هو حضر لك الجسرين ده اه اوكي هو من وجهة نظرك من وجهة نظرك انت طبعا عشان انت راجل صاحب المهنة فهي لا مش ممكن تلوث البيئة يعني لكن هي فعلا صح بتلوث البيئة هي بتلوث حضر لك اه وبيبقى في مشاكل كتيرة جدا طبعا ازعجل السكان وازعجل المرة وتلوث للبيئة غير الصحة العامة اللي هي منتهية لو انا قلت المقارنة ان زمان كان فعلا المقاهي كان ليها دور كبير جدا في السياسة يعني قامت الثورات من المقاهي المستعمر الانجليزي لما كان موجود في مصر هنا كان الشباب الثوري اللي بيطرد المستعمر الانجليزي كانوا بيعودوا على المقهى ويخططوا ازاي حاملوا كذا وحاملوا كذا عشان يجلوا الانجليز كان قدباء ومفكرين وشعراء وفنانين كانوا متواجدين الآن اعتقد ان الوضع حتى وان كان هناك تطور في المقاهي واصبحت قفشوب فيها فرنيتشر او اساس حل وقوي او جيكورات جميلة او مشروبات غالية السمن لكن ما بقاش لها دورها فعلا الفعال في ثقافة للمجتمع ولا انت اي رأيك لا حضرتك حاليا دلوقتي زي مثلا سائط الصوي ما حضرتك اعتبر كيف تريد لا سائط الصوي ده ممتدى ثقافي لم يمكن حينتص給 سائط صوي ده مينتظه ثقافي لا لا يوجد شيشة ولا في تدخيلي ولا في ك travers حضراك ما فيه اهو بلد مفاش شيشة اهو بلد حالان دلوقتي مفاش شيشة اهو بلد مفاش شيشة اهو فيه امشريب اي اكتر المقاهي المشهورة في القاهرة او في مصر من وجهة نظرك هو بالنسبة للحضرائك الهوة اللي هي مشهورة بتتشارب بحسب النوع الزبون اللي هو وعد عليها يعني مثلا فيه يهوة الكبارسة زي يهوة بعرورة مثلا في عمد الدين فيه يهوة الفرانين في شارع كولبي رمسيس بيقعد عليها الجماعة اللي مبتاولة الفراني اللي عيشوا كده طب فيه يهوة مثلا النجارين معانا؟ معانا اتصال عبدالله؟ سلام عليكم وزي عبدالله السلام عليكم اهنا بيك اتفضل افضل انا عايز بس احييكم على اختار الموضوع يعني يمكن القهوة في التاريخ المصري يعني تأسير كبير حاجات كبير على مدار التاريخ يعني بس اعتقد دلوقتي القهوة ما اصبحتش بنفس المفهوم او نفس الشكل اللي كانت عليه زمان لانها تفرعت لحاجات كبيرة تفرعت لكوفي شوبة كافي شوبة تفرعت لبوك كافي بالاضافة للقهوة البلدي المعروفة فالقهوة بالوقت الحالي ما بقتش النوع الواحد اللي احنا عارفينه بقت انواع كتيرة تماما يعني الملتقى اللي كان بيجمع كل الازواء وكل الناس من مختلف الثقافات دلوقتي بقى كل مجموعة لها شكل معين في القهوة بتاعتها لو اطلقنا عليه شكل القهوة شايف حرارك او ساذ حرارك شايف اني الافضل القهوة زمان ام القهوة الآن او القافي شوب بالآن اني الافضل يعني ما انا بقول لها داك هو انا ما شفتش يعني زمان انا اللي انا اعرفه على اهوة شفته في الافلام او قريت عن تاريخ القهوة اما دلوقتي اللي انا شايفه ان الاهوة زمان اولت لحضرتك انها بقت مختلفة اه لو لهوات القراءة ممكن البوكة فيه اللي هو شكل المكتبة الاهوة على شكل مكتبة في بعض القافي شبات فعلا حاليا موجودة فعلا بتخش بتاخد كتاب ومع فنجان الاهوة او النسكة فيه وتقرأ يعني صح يعني دا دا شكل من الاشكال فكل دلوقتي يوقع كل زوق من الازواب بيختار الاهوة اللي اتناهتها فما بقتش تلاقي مختلف الازواب والصخفات موجودة في مكان واحد صح فممكن يكون دا دا بيزود الفجوة ما بين الازواب المختلفة دا بالنسبة مش عارف زمان دا كان ايه التأثير يعني تأثير على ازواب الناس ايه تمام شكرا على اتصال حركي واستاذ عبدالله شكرا على اتصالك هناك اتهال للمقهى وخاصة المقاهي البلد المتواجدة انها تلوس البيئة انها مقوى للعاطل انها مقوى لكثير من الناس ما عندها الشغل اللي هي بتحب بس انها تقعد طهارك وضايع وقت نقول ياريت ياريت نرجع لزمان مرة تانية ويكون المقاهي لها دور فعال في بناء المجتمع ازاي دور فعال في بناء المجتمع عن طريق الحوارات الثقافية عن طريق تبادل الاراء والافقار والكتب والادب والشعر والقصة والفن تلجع تاني المقاهي بتاع الزمان ولا انت اي رأيك هل توافقني ان احنا ياريت نرجع المقاهي زي زمان في الحوارات والأدباء والفكر والشعراء بنسباση ذو الوقت مش هينفع مثلا زي زمان ب Homeland במ� M pressing بنسبا بيحل مشاكل ف paj Hadi كل واحد مساو الق stitches يدين يا ماشي بيها ولهاو دلوقتي بالنسبة للشباب كلهم قاعدين عليها او الشباب يعقلب الشباب بيبعودوا عليها ناس كبيرة بطلت تقعدها لهاوي برضه الزم انت بتقول حضراتك من الدخان من الدخان مسلا بيصد في الهاوية ممكن يأسرع لهم هو كل وقت وله اذان واشكرك جدا شرفتين ونورتيني الوسطى والمعالد من البيبلاوي شكرا وجودك معايا مشاهدين الكرام في ختام هذه الحرقة اللي يسعني اشكر المعلم عبد المنعم الببلاوي اهواجي كنا منتكلم عن المقاهي زمان والمقاهي الان وعرفنا ان الفرق شاسع وتبير بالمقاهي زمان والمقاهي الان الوقت هي مشروبات هي شيش هي منتقل الاصدقاء والزملاء ضحك وتهريج ومضيعة للوقت اما زمان كان هناك تبادل الافقار تبادل الاراء والثقافات المختلفة شكرا على حسن المتابعة تظهرين ان شاء الله السبت القادم في حلقة جديدة وبرنامج ولا زمان مع قطب امنياتي وعراك تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة